فمن جملة وجوه الحكم قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم كما أطلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم فجاء يزكي نفوس العباد والتزكي كما قلنا تطهير وتخلي على الرزايل وتحلي بالفضائل هذا لأنك يا إنسان مجمع عالمين جسمك تراب أرض طيني معي وروحك ملكوتية ربانية عنوية لطيفة إلهية ولفقت فيهم الروح فهذا الجسم الترابي له دواعي وهذه الروح الملكوتية لها دواعيها واستعداناتها فجمع الله العالمين فيك فإن أنت عملت بسريعة رسول الله فكملت دواعي جسمك ونفسك الأرضية فارتقيت وكملت صرت في أعلى عليين تحت الحاقة في الملكوت الأعلى وهلنت في مقعد الصدق عند مليك مقتدرت والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صددتم فنعم عقب الدار الملائكة تسلم عليك إذن أنت للمقام كبير وإن أنت أخذت إلى الأرض واتبعت دواعي جسمك الحيوانية البهيمية ولم تعمل بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تزكي نفسك مما فيها أخذت إلى الأرض ثبطت إلى أسفل السافرين ولذلك الإنسان إنسانان حيوان أرضي وأيضا هناك إنسان حيوان وإنما هو إنسان روحان رباني فالرباني هو المؤمن والحيواني هو الكافر يا إنساني ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه قال فمثله كمثل الكلب إذن فهم يا إنسان اختار لنفسك من إين نعرفه من إيه الإنسانين من الإنسان الملكوت الرباني الرحمن المحمد وإلا من الإنسان البهيم الحيواني الأرض السفلي إيه نهب ترضى لنفسك قال الله يا أخي أنا بريد الكمال والعدوم قلوا عليك باتباع شريعة رسول الله والتمسك بلساء السيدة محمد صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة